في إطار مساعيها للحفاظ على الأمن في البلاد نظمت وزارة داخلية خطة أمنية بتسيير دوريات خيالة على الشواطئ وذلك لحفظ الأمن وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الوزارة بكافة قطاعاتها حريصة كل الحرص على سلامة مرتدي المجمعات والأماكن الترفيهية لافتاً إلى أهمية دور الخيالة المهم جداً في التعامل مع مختلف البلاغات في الأماكن المزدحمة سيدي معالي وزير الداخلية شيخ ثامر علي صباح السالم حرص على التواجد الميداني والمتابعة المباشرة من معالي وكذلك أيضاً متابعة سيدي وكيل وزارة الداخلية فريق فيصل النواف بضمان سلامة مرتدي الأماكن التجارية الأماكن الترفيهية الأماكن الحوية شواطئ دولة الحبيب الكويت ومن خلال هذه الانطلاقة بدت إدارة الخيالة التابعة لقطاع التعليم والتدريب يعني بتوزيع فرق مختصة للتواجد أنا ليش أقول لكم فرق لأنه مو بس خيل وهناك فريق كامل وغرفة عمليات متابعة وبلاغات وتعامل يعني قاعد نلاحظ الجهود التي تبدلها قطاعات وزارة الداخلية الميدانية المعنية من قطاع المرور والعمليات والنجدة وكذلك أيضاً دور المباحث الجنائية والكل يعمل من أجل ضمان سلامة مرتدي الأماكن هذه لكن دور إدارة الخيالة وتواجدهم شرطة الخيالة هنا في هذه الأماكن يساند أخوانهم في القطاعات الميدانية يتعامل معاملة مباشرة مع البلاغات سواء بلاغات أمنية سواء إنسانية سواء متابعة لحالة الأمنية من خلال أيضاً التواجد مثل ما أنتم شايفين يعني صعب جداً تشوفوني مثلاً دورية تدخل بين الناس على الشواطئ صعب جداً فبالتالي وزارة الداخلية وتعليمات مباشرة معالي وزير الداخلية في التواجد المباشر والحد من كثير من السلوكيات الخاطئة التي قاعدة تصير أيضاً دورهم مقائي جداً يعني قبل حدوث الجريمة يعني تعاملهم مع أي بلاغ وتأمين المنطقة اشتركوا في القناة